بهذا الخبر المتعلق بتحذيرات منظمة العمل بأنه من المرجح أن تؤدي جائحة كورونا إلى فقدان الملايين من مناصب الشغل نعم صفية وذلك ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل منظمة العمل الدولية ذاكرت في تقرير أن هذا العجز سيطال قرابة 5 ملايين عامل في المنطقة العربية بدوام كامل بينما يصل عدد المتضررين في أوروبا إلى 12 مليون عامل وفي ياسيا والمحيط الهادئ حوالي 125 مليون عامل تقرير منظمة العمل الدولية توقع حذوث خسائر فادحة في رواتب قرابة 100 مليون عامل في البلدان المصنفة ضمن الشريحة العليا من داوية الدخل المتوسط ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام أعلى بكثير من الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008-2009